مجلة فورين بوليسي الأمريكية وهي مجلة عريقة بمعنى الكلمة ولديها ثقلها ولديها موزنها ولديها مصداقيتها والتي تأسست عام 1970 يعني عمرها أكثر من خمسين عام يعني عمرها أكثر من نصف قر هذه المجلة نشرت مقال رهيب بمعنى الكلمة وذلك يوم الخميس الماضي المقال الذي تشاهدونه في الصورة تحدث عن الجزائر بحاجة إلى تحرير ثاني هذه المرة من حكامها المسلمين عنوان فقيل بمعنى كلمة استعمال كلمة التحرير مقابلها الاحتلال الاحتلال من طرف من؟ معناها أن الجزائر تخضع إلى احتلال داخلي بعدما كانت على مدار 32 سنة تخضع إلى احتلال خارجي ترى هل هذا الاحتلال بالوكالة الاحتلال الداخلي بالوكالة عن احتلال خارجي؟ هذا الذي بيّنته مسيرة النظام الجزائري وبيّنته الكثير من المحطات في هذا المقال المهم للغاية والذي كتبه صحفي فرانسيسكو سيرانو وهو صحفي وكاتب متخصص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المقال في بدايته تحدث عن غياب بوتفليقة ووصفه بأنه صنع النكت في الجزائر حتى أنه وصل بالناس الحديث عند وفاة بوتفليقة أن هذه المرة توفي بالفعل بعد ذلك تحدث عن رحيل بوتفليقة عن الحكم ووصفه بالطرد من السلطة بسبب الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في 2019 إذن مجلة فورين بوليس الأمريكية تصف ما وصفت باستقالة بوتفليقة على أنه طرد بسبب الحراك الشعبي ثم قالت بأن بوتفليقة ترك البلد في حالة من الفوضى حقيقة عاشت مرحلة الفساد الكبير ثم دخلت في فور وأن مصير البلاد انقلب من دولة نابضة بالحياة ومستقلة حديثا إلى نظام استبداد عسكري هذا هو تحليل المجلة لمسيرة النظام الجزائري وتحديدا أنه اعتبرت بوتفليقة أحد أركان هذا النظام ووصفته بأن الدولة الجزائرية عندما استقلت كانت تنبض بالحياة ولكن النظام تحول إلى نظام وصفته بالاستبداد والعسكري كما أن النظام هذا الاستبداد العسكري لم يتمكن من تحويل الثروة النفطية إلى ازدهار تتمتع به الجزائر ويتمتع به الجزائريون المجلة تقول بأن بوتفليقة حكمه مهترئ وكان بمثابة الضربة الأخيرة لذرة الشرعية التي يطالب بها النظام الجزائري الذي وصفته بالمبهم والغامض نعم وبعد ذلك راحت تتحدث عن هذه المرحلة التي جاءت ما بعد بوتفليقة وقالت بأن الذين حكموا ما بعد طرب عبد العزيز بوتفليقة لم يتمكنوا من إعادة الاستقرار وترسيخ ثم راحت المجلة تروي حكاية بوتفليقة مع السلطة منذ الاستقلال والمحطات التي حدثت مع أبو مديان بعد ذلك الشاذلي بعد ذلك أيضا اتهامات بوتفليقة بنهب الأموال وزارة الخارجية وبعد ذلك ذهبوا إلى الخليج وعمل كمستشار في الإمارات وغيرها ثم وصلت إلى اغتيال بوظياف وثم إلى وصلت المجلة إلى عام 1999 وقبل ذلك مرت بمرحلة بداية التعددية عام 1988 والذي وصفته بأنه تصدع للنظام وأن الجنرالات الذين يحكمون الجزائر سامحوا بالتعددية ارترارا المزلة أيضا تحدثت عن الحرب الأهلية وقالت بأنه قتل فيها ما بين 150 ألف و 200 ألف جزائري واختفى الآلاف على يد الدولة معناها أن الذين المختفين والذين يعدون بالألاف هناك أرقام تقول بأنهم أكثر من 20 ألف هناك من يتحدث على 27 ألف هناك يتحدث على 40 ألف اختفوا بسبب الأجهزة الأمنية التي تختطفهم وتعدمهم خارج أطر القانون المزلة راحت تتحدث عن طبيعة السلطة في الجزائر وقالت بأنها هي مجموعة غامضة من جنرالات الجيش وقادة الأجهزة السرية والسياسيين المسنين نعم هذا هما الثلاثة اللي يمثلوا السلطة في الجزائر ثم تحدثت عن بوتفليقة وقالت بأنه عمل على طي ضحايا الحرب الأهلية ليس بإعادة الحقوق لأهلها وليس بكشف الحقيقة بل بالنسيان وطيها وضربت مثلاً ببوتفليقة عندما رد على تلك المرأة وقال لها لما سألت على ابنها المفقود المختفي وقال لها ولدك ما هو شيء أنا حاسم يا سيدة الكريمة جداً قبلين عني تجارة قدير بالله ريحي مرح كما الناس أجلاس كما الناس وعندك لا حقوق زيدة على الناس هلا ونحن بلاقص على الناس ريح كيني تخطر المخط وهذا دير مفين على الدمات